السياحة في بانكوك تايلند لجمالها الطبيعي وثقافتها المدهشة صنفت كواحدة من اكثر المدن اثارة وجاذبية في جنوب شرق اسيا تشتهر بالاسواق الليلية النابضة بالحياة في بانكوك البهية تنساب الانهار ترتفع الابراج وفي شوارعها تتناثر الالوان اثار عريقة وتوحف فريدة مع شوارع صاخبة وشعبا ودود كل هذا واكثر ستجده في انتظارك في بانكوك في هذا الفيديو سنتعرف على اولا اجمل عشرة اماكن لسياحة في بانكوك ثانيا اهم سبعة اسئلة تهم سائحة مثل الطقس الفنادق المطاعم التكاليف وغيرها ثالثا نصائح مهمة للسياح اولا اجمل عشرة اماكن تستحق الزيارة عشرة جوالات المراكب الذهبية الاسطورية مراكب ذهبية على هيئة بجع ومخلوقات بحرية اسطورية تعد الجوالات النهرية واحدة من الانشطة الرائعة التي يمكن القيام بها في بانكوك حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة المعالم السياحية الشهيرة في المدينة من منظور مختلف كما يمكن للزوار مشاهدة المباني الحديثة والجسور الرائعة التي تربط بين الضفتين الشرقية والغربية لنهر تشاو برايا تتوفر ايضا جوالات نهرية خاصة بالغروب حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمناظر الرائعة للشمس وهي تغيب في الافق وتولون السماء بالوان جذبة كما يمكن الاستمتاع بعروض الفنون الشعبية التايلندية والموسيقى التقليدية على متن القوارب الذهبية المصممة على هيئة بجع ومخلوقات بحرية اسطورية تسعة القصر الكبير يتألف القصر من العديد من الابنية البديعة وتتميز بتصاميمها الباروكية والتايلندية التقليدية يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة المعابد المزخرفة بالذهب والحجر الاسود والزجاج الملون كما يمكن مشاهدة الحدائق الخلابة والنوافير والمسابح الجميلة يتميز القصر بالهدوء والجمال الفريد كما يتميز بتاريخه الغني والحضارة التايلندية العريقة التي يحتفظ بها ثمانية معبد بوذا المتكئ يضم هذا المعبد تمثال بوذا الراقد او بوذا المتكئ الذي يعتبر واحدا من اكبر التماثيل في تايلند وفيه واحدا من اكبر التماثيل المغطاة بالذهب ويجذب الكثير من السياح سبعة سوق الفواكه والخضروات بولاملوان هذا السوق في قلب بانكوك ويعتبر مكانا رائعا لتجربة تايلند الحقيقية وشراء الفواكه والخضروات التازجة تشتهر بانكوك تايلند بالفواكه الاستوائية لذلك ننصحكم بزيارة السوق وستكون تجربة لا تنسى ستة متنزه لومين بيني يعتبر هذا المتنزه مكانا رائعا للاسترخاء والتمتع بالمناظر الطبيعية الجميلة ويضم بحيرة كبيرة ومساحات خضراء واسعة من اجمل مزايا المتنزه الهدوء والذي يجعله وجهة مناسبة للباحثين على الاسترخاء وسط المناظر الطبيعية والاشجار والنباتات والزهور البديعة وهو من اجمل اماكن السياحة في بانكوك للعوائل خمسة سوق تشاتو تشاك يعتبر هذا السوق واحدا من اكبر الاسواق في بانكوك ويضم العديد من المحلات والباعة المتجولين ويعتبر مكانا رائعا للتسوق والتجربة تايلاند الحقيقية عند السياحة في بانكوك لا تفوت زيارة هذا السوق وستشتري الكثير من المنتجات الرائعة باسعار اقتصادية عبر قناتنا ستجدون مجموعة من الفيديوهات تغطي كل وجهات تايلاند المميزة مثل بوكيت تشيانغيماي بيتايا جزيرة فيفي هواهين كرابي وغيرها والروابط سنضعها في الوصف اربعة برج بايون يعتبر هذا البرج من اشهر المعالم السياحية في بانكوك ويضم منصة مراقبة على ارتفاع ثلاثمائة وتسعة امتار ويوفر اطلالة رائعة على المدينة من اعلى وستشاهد جمال تايلاند الخلاب ثلاثة سوق النباتات الطبية يعتبر هذا السوق مكانا رائعا للتعرف على النباتات الطبية التايلاندية التقليدية ويوفر الفرصة لشراء الاعشاب والادوية الطبيعية والتعرف على الثقافة التايلاندية اثنان حديقة الفيل التايلاندية تضم هذه الحديقة العديد من الفيلة التايلاندية وتوفر الفرصة للتعرف على ثقافة الفيلة التايلاندية وركوب الفيلة وهي من الاماكن التي ننصح بزيارتها مع الاطفال وستكون تجربة مدهشة لهم واحد حديقة الزهور تضم هذه الحديقة العديد من الزهور والنباتات الجميلة وتعتبر مكاناً رائعاً للاسترخاء والتمتع بالطبيعة والتعرف على جمال تايلند عن قرب وهي من أجمل أماكن سياحة بانكوك سواء للأسرة أو للشباب قريباً سننشر المزيد من الفيديوهات عن وجهات تايلند فلا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد ثانياً معلومات عن بانكوك السؤال الأول ما هو متوسط أسعار المطاعم في بانكوك؟ متوسط سعر المطاعم المحلية من واحد إلى خمسة دولارات أما مطاعم بانكوك السريعة من ثلاث إلى ست دولارات متوسط سعر المطاعم الفاخرة من عشرين إلى مائة دولار السؤال الثاني ما هو طقس بانكوك؟ تتراوح درجة الحرارة في بانكوك من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين درجة مئوية طوال العام وتتكاثر الأمطار خلال الفترة من مايو إلى أكتوبر ادعمنا بلايك إذا وجدت في الفيديو ما يفيدك السؤال الثالث ما هو أفضل وقت للسفر إلى بانكوك؟ أفضل وقت للسفر إلى بانكوك هو في الفترة من نوفمبر إلى فبراير حيث تكون درجة الحرارة أقل والأمطار أقل السؤال الرابع ما هو متوسط أسعار فنادق بانكوك؟ متوسط سعر فنادق بانكوك للنجمة الواحدة من عشرين إلى خمسين دولار أما الفنادق في بانكوك النجمتان من خمسين إلى مائة دولار والثلاثة نجوم من مائة إلى مائتي دولار متوسط سعر الفنادق الخمس نجوم في بانكوك من مائتي إلى خمسماء دولار السؤال الخامس كم يوم يكفي للسياحة في بانكوك؟ يمكن قضاء من ثلاثة إلى خمسة أيام في بانكوك لزيارة المعالم السياحية الرئيسية السؤال السادس هل مياه الصنبور صالحة للشرب في بانكوك؟ لا ينصح بشرب مياه الصنبور عند السياحة في بانكوك ويفضل شراء مياه معبأة شارك الفيديو مع من ستسافر إلى تايلاند معه السؤال السابع هل السياحة في بانكوك غالية؟ يعتمد ذلك على الميزانية الخاصة بالزائر ولكن بشكل عام يمكن القول بأن بانكوك تايلاند ليست مدينة مكلفة جدا متوسط المصاريف اليومية يتراوح بين ثلاثين إلى خمسين دولار ثالثا أهم النصائح والمحاذير عند السياحة في بانكوك تجنب شراء التذاكر والجولات السياحية من بائع التذاكر غير الرسميين استخدم وسائل النقل العامة المحلية مثل التوكتوك والقوارب للاستمتاع بتجربة فريدة ورخيصة قم بزيارة الأماكن السياحية في الصباح الباكر لتجنب الزحام تناول الطعام من الأسواق الشعبية والمطاعم المحلية لتتعرف على الثقافة التايلندية اكتبوا لنا في التعليقات الوجهات التي تودون أن نقوم بعمل فيديوهات عنها شكرا شكرا شكرا